بسم الله الرحمن الرحيم أبناء العزاء نواصل في مادة الإجراءات الجزائية الفصل الثاني من الباب الثاني وهو مرحلة التحقيق الابتدائي وهي آخر مرحلة من القتاب أو من هذا الفصل أو من الموضوعات التي سنتناولها في هذا الفصل وهي وإن كانت آخر موضوع من الموضوعات إلا أنها تعتبر أول مرحلة من مراحل التحقيق الابتدائي وهي المرحلة التي تعقب مرحلة الاستدلال وهي أول مرحلة لمراحل التحقيق الابتدائي وهو الذي يتميز عن التحقيق النهائي المتعلق بمرحلة المحاكمة والذي سوف نأخذه بالتفصيل أو نتناوله بالتفصيل إن شاء الله في الفصل القدر التحقيق الجنائي قلنا هو عبارة من قسم الفقه إلى قسمين قسم أو نوعين هو تحقيق بمعنى الواسع وهو تحقيق بمعنى الضيق التحقيق بمعنى الواسع هو مجموعة الإجراءات التي تستهدف جمع الأدلة والعناصر اللازمة للفصل في الدعوة الجزائية وفيها يدخل مرحلة الاستدلال أما التحقيق بمعنى الضيق وهو الذي يأخذ به غالبية الفقه فلا ينصرف إلا إلى ما تقوم به سلطة التحقيق من إجراءات بشأن جمع الأدلة والكشف عن الحقيقة وهذه المرحلة تتم بمعرفة النيابة العامة أو بمعرفة مأمور الضبط القضائي في أحوال التوفيط أو في أحوال التلبس وهذه المرحلة مرحلة التحقيق الابتدائي هي التي تماهد لمرحلة المحاكمة مرحلة الاستدلال تماهد لمرحلة التحقيق الابتدائي ومرحلة التحقيق الابتدائي تماهد لمرحلة التحقيق النهائي أو مرحلة المحاكمة لماذا نعمل التحقيق الابتدائي أو بمعنى آخر ما هي أهمية مرحلة التحقيق الابتدائي نقول أن تكمن مرحلة التحقيق الابتدائي في مرحلتين او في ناحيتين او في زاويتين الزاوية الاولى هي زاوية عملية او ناحية عملية والاخرى هي قانونية نشوف ايش القيمة العملية لعملية التحقيق اول شيء يقوم التحقيق بتحضير الدعوة اذا اول شيء انا وهذا التحقيق الابتدائي جمع لي كل ما يتعلق بملف القضية وبالتالي فيها قمت انا بسماع الشهود وسماع البينات واخدت البصمات واخدت دكام بادلة جنائية العلاقة باسلحة نارية او بالاثار او بادام وكل الاشياء اللي انتو اخدتوها في الادلة الجنائية في هاي المرحلة بتم تحديدها وباجي بقوم بعملية موازنة حل انه هذه الادلة جاهزة او انه ممكن اقدمها لمرحلة المحاكمة او لقاضي الحكم او لا وبالتالي اذا كانت هذه الامور جاهزة الى مرحلة المحاكمة فانا ايش بوديها لمرحلة المحاكمة او انه انا بقوم بحفظ الاوراق وبحفظ هذا الملأ اذا اول شيء يقوم التحقيق الابتدائي بتحضير الدعوة وتحديد مدى قابليتها للنظر امام قضاء الحكم من عدم اما بحفظ القضية او بحولها الى المحكمة وطبعا ونظرا لانه يباشر بعد وقوع الجريمة مباشرة فهو طبعا ايش بحافظ على الادلة من عملية الضياع وعملية التشويع او تغيير سورة الحقيقة النقطة التانية يعمل على تأكيد التوازن بين حق الدولة في العقاب وبين الحرية الفردية للمتهم عشان هيك احنا قلنا انه هاي المرحلة يجب الذي يتولى التحقيق فيها هي النيابة العامة ويجب ان يمنح المتهم في هذه المرحلة الكثير من الضمانات التي تكفل له قريته في التعبير عن رأيه والدفاع عن نفسه وفي هذه المرحلة مهم ان يكون هناك في محام دفاع المتهم وحتى لم يكن هناك محام دفاع هو يستطيع ان يقوم بالدفاع عن نفسه عشان هيك بنقول لابد ان تكون سلطة التحقيق التي تتولى عملية التحقيق هي سلطة مسقلة ومحايدة ويبقى بصراحة انه هاي المرحلة كانت تمنح قبل تعديل قانون الإجراءات الجزائية الى قاضي التحقيق والنيابة العامة كان طرف والمتهم كان طرف وهو محامي ولكن نتيجة بعض الانتقادات الى قاضي التحقيق في هذه المرحلة وإطالة أمد التقاضي تم إلغاء ما يسمى في قاضي التحقيق وحالة كل ما تعلق في سلطاته وصلاحياته الى النيابة العامة باعتبار ان النيابة العامة هي سلطة مستقلة ومحايدة وتسعى الى توفير الحيدة وإطمأنينة وتقوم بعملية الإسراع في كشف الأدلة وتعمل على توفير اكبر ضمانة مهمة للمتهم وتعمل على تخديم كل ما يلزم للمحاكمة أو للمحكمة سواء كانت هذه الأدلة لصالح المتهم أو ضد صالح المتهم طب إلى أي مدى ممكن أن نقوم بإجراءات التحقيق الابتدائي باختصار أن القانون لم يوجب إجراء التحقيق الابتدائي في كل جرائم ولكنه ألزم إجراء التحقيق الابتدائي في الجنايات وبالتالي لا يجوز للنيابة العامة أن تقوم بحالة أي قضية جنائية إلى محكمة البداية إلا بعد إجراء التحقيق من قبلها أما الجنح والمخالفات فعملية التحقيق فيها تخطع إلى السلطة التقديرية لوكيل النيابة غالبا أو 99% من المخالفات ما فيش فيها أي نوع من أنواع التحقيق وبتم المحاكمة بناء على محضر الإستدلال أو محضر الإستدلال اللي تم وإحنا بنشوف كيف يعني في المخالفات مخالفة تستير بيحدد لك مأمونة ضبط القضاء أو الشرطة أنه روح هي المخالفة روح تفحها أو حانت حاكم في الأسبوع القادم بتلاقيها جاهزة في المحكم أما بالنسبة للجنح فإنه في هذه الحالة تعتمد النيابة العامة على ملف الإستدلال اللي يجع من مأمونة ضبط القضاء وبتقوم بعمل لأحد التهام وبتوجه التهمة لهذا المتهم باختصار شديد بنلاحظ أنه الجنيات الزامة فيها عملية التحقيق الابتدائي الجنح إذا رأت النيابة ضرورة لعملية التحقيق وخصوصا في الجنح الخطيرة ولكن في المخالفات نختفي بمحضر الإستدلال طيب نيجي بنقول طبعا من بدو قوم بعملية التحقيق في الجنيات اللي هو طبعا النيابة العامة وكيل النيابة العامة بيقوم بإجراء التحقيق في هذا الملف وبعد ما يخلص بحوله لا النائب العام أو أحد مساعدي والنائب العام هو اللي بيقوم بعملية التوقيع لهذا الملف وإما بيقولك أنه هذا الملف صالح أو أعيد النظر فيه مرة أخرى طبعا عشان هذا الموضوع من الأشياء المهمة نحن قمنا بتخسيمه إلى أربع مباحث هنتعلم ناخد فيه بعض الأشياء المهمة ونترك الأشياء الغير مهمة لعملية الدراسة واللي طلاء عليها وبالتالي لازم نتعرف على مهية التحقيق الابتدائي وخصائص بنمر عليها بشكل سريع وسوف نشير إلى موضوع تنظيم القضاء التحقيق الابتدائي بسرعة ونركز بشكل أكتر على إجراءات التحقيق الابتدائي والتصرف في التحقيق الابتدائي إذن المبحث الثالث والمبحث الرابع من الموضوعات المهمة في هذا الموضوع نبدأ على بركة الله ما هي التحقيق الابتدائي بنقول التحقيق الابتدائي ومرحلة السهد في الكشف عن الحقيقة في الدعوة الجزائية وهو يعني التنقيب والبحث وكل ما تعلق بالأدلة التي تساعد على معرفة مدى صلاحية عرض القضية إلى القضاء من عدمه إذن هو مرحلة ناخد التعريف اللي بعده بنقول التحقيق الابتدائي هو مجموعة من الإجراءات التي تستهد في التنقيب عن الأدلة بصدد جريمة ارتكبت وتم تجميح هذه الأدلة وبعد من جمحها بنقوم بعملية وزنها وبتخديرها لتحديد مدى كفايتها لإحادة المتهم إلى المحاكمة أو هو مجموعة من الإجراءات التي تباشرها سلطات التحقيق بالشكل المحدد قانونا بغية تمحيز الأدلة والكشف عن الحقيقة قبل المحاكمة طبعا هيك احنا فهمنا ما هو المقصود بمرحلة الأدلة مرحلة التحقيق الابتدائي قلنا هي المرحلة التي تتلي مرحلة جمع الاستدلالات وهو عبارة عن مجموعة من الإجراءات تتخذها النيابة العامة أو سلطة التحقيق للكشف عن الأدلة عن الأدلة التي لها علاقة بالجريمة وتقدير هذه الأدلة ووزنها ومدى كفايتها لإحادة المتهم إلى المحاكمة من عدم طبعا المشرع لم يحدد ما هو المقصود بإجراءات التحقيق واقتصر على توضيح هذه الإجراءات وحدد وبين شروع صحة كل إجراء من هذه الإجراءات طبعا هذه الإجراءات التي متعلقة بجمع الأدلة لم ترد على سبيل الحصر وبالتالي كل دليل يساعد في كشف الحقيقة هو مباح للمحاقق أن يستخدمه طالما أن هذا الدليل مطابق إلى القانون ولم يتضمن أي مساس بالمبادئ العامة الخاصة بحقوق الدفاع غاية التحقيق الابتدائي يعني ما هو الهدف من التحقيق الابتدائي من قول أنه التحقيق الابتدائي هو أحد الوظائف الأساسية للقضاء الجنائي أو هو أحد الخطوات المهمة في الجنيات لكي يتم عملية كشف الحقيقة سواء كانت لصالح المتهم أو ضد مصلحات المتهم إذن الهدف هو معرفة الحقيقة للوصول إلى إما حالة القضية إلى القضاء أو حفظ هذه الأدلة بمعنى آخر أنه هدف التحقيق الابتدائي هو الوصول إلى الحقيقة وسواء كانت هذه الحقيقة لصالح المتهم أو ضد مصلحات المتهم وهذا طبعاً له علاقة من معنى آخر هل إنه مؤشرات الاتهام كافية لإدانة المتهم أو غير كافية لإدانة المتهم إذا كافية لإدانة المتهم من أن ننتقل إلى مرحلة الإحالة إلى مرحلة المحاكمة أو إذا مش كافية بدنا نحفظ هذه الأدلة طبعاً عشان أحقق هذا الموضوع بنلاحظ أنه القانون منح سلطة تحقيق الكثير من الوسائل التي من حقها استخدامها وإن كانت هذه الوسائل تمتاز بعملية القهر زي أوامل الضبط والإحضار والقبض والتفتيش والحبس الاعطياطي وتحليف الشهود والخبراء اليمين ومعاقبة الشهاد لعدم الإشلاق بشهاده أو لعدم حلفه اليمين كل هذه الأدلة إن شاء الله سنتعرف عليها بشكل هذا طيب مدى وجوب إجراء التحقيق الابتدائي؟ قلنا إنه التحقيق الابتدائي واجب ولازم في الجنايات وبالنسبة للجناح والمخالفات فإنه تخضع لسلطة تقدرية للتحقيق بنيجي بنا نشوف المطلب الثاني وهو خصائص التحقيق الابتدائي طبعاً التحقيق الابتدائي يمتاز بكثير من الخصائص ولكن نحن نركز على ثلاث خصائص مهمة جداً وهو تدوين إجراءات التحقيق بمعنى أنه كل ما يتعلق بإجراءات التحقيق يجب أن يتم تدوينه النقطة الثانية يجب أن يباشر التحقيق في مواجهة الخصوم ثلاثة إجراءات التحقيق الابتدائي ونتائجه يجب أن تكون من الأسرار ولا يجوز نشر هذه الأسرار إذن بنقول أن تدوين التحقيق الابتدائي من الأمور المهمة وذلك للحفاظ على كل المعلومات وكل البصمات وكل الأدلة وكل الوقاع من النسيان أو تداخل أو عملية الضياع وعشان هيك بنيجي بنلاحظ أنه كل القوانين بتنص على أنه يجب أن يكون تحقيق الابتدائي وخصوصاً بعد الأخذ بنظام التحري والتنقيب أنه لازم كل الإجراءات تكون ما يتم تدوينها وكل الأقوال وكل ما يتلب به المجنع عليه أو المتهم أو شهود لازم تتم المحافظة عليه بالكتابة لأنه لو بدنا نعتمد على الذاكرة بتم نسي هذه الأمور وخصوصاً أنه تطول أحياناً فترة المحاكمة وبالتالي ممكن أنه ينسى أن محقق كل ما يدور في دهنه مع مرور الزبا وبالتالي أنه تبقى عملية تدوين إجراءات التحقيق الابتدائي هي حجة يتعامل فيها الآمرون والمؤتمرون وبالتالي هي أيضاً تشكل ضمانة هامة للمتهم وضمانة هامة للنيابة العامة لأن المتهم يستطيع رجوع إلى محاضر الإجراءات والإطلاع على شهادات المقدمة ضده ومناء عليها يستطيع تحضير دفاعه أما بالنسبة للنيابة العامة القائمة بتحقيق فأنه طبعاً يبعد عنها الشبهة وبالتالي تستطيع أن تقوم بتلاوتها على أصحابها وإقرارهم من قبلها طبعاً له أكمية كبيرة التحقيق التدوين وطبعاً بلعب دور مهم أيضاً عند قضاة الحكم لأنه قاضي الحكم بتطلع على ملف التحقيق قبل ما ينظر في هذه القضية فبتكون لديه خلفية كاملة عن مجريات التحقيق طب من اللي بتقوم بعملية إجراء التحقيق من لاحظ أنه أثند المشرع مهمة التدوين إلى كاتب التحقيق المختص في المادة 58 من قانون الإجراءات الجزائية طبعاً وجود الكاتب له كثير من الفوائد أولاً أنه وجود الكاتب لتدوين التحقيق بساعد المحاقق على التبرق لمجريات التحقيق وأن يقوم بتوجيه الأسئلة ومناقشة الشهود أنه وجود الكاتب مع المحاقق يعمل على إبعاد الشبهة عن المحاقق نوع من أنواع الرقابة عليه وأنه ملزم بأداء اليمين والتوقيع على المحضر جانب من الفق أن حضور الكاتب يحقق نوعاً من الرقابة على أعمال المحاقق قد يكون لها الأطار في استقام طبعاً إلى أي مدى نعتبر ضرورة أن المحاقق استطحاب كاتب لتحقيق معاه من عدبه باللاحظ أن الفق انقسم إلى قسمين قال أنه يجب على المحاقق استطحاب كاتب التحقيق معاه وإذا لم يكن مع كاتب لتحقيق تعتبر إجراءاته باطلة الرأي الثاني قال لك لا أنه من حقه أنه هو يأخذ أن يقوم بإجراء التحقيق بنفسه بدون كاتب ورأي الغالب في الفق يرى أن عدم الإسعادة المحقق بالكاتب المقتص يبطل المحضر كمحضر تحقيق ويصبح مثل هذا المحضر هو محضر استدلال وذلك لأن عضو النيابة العامة يجمع بين صفتين في آن واحد فهو جزء من التحقيق الابتدائي وكذلك هو جزء من سلطة الاستدلال الأمور التي يجب مراعاة في عملية التدوين يجب أن يكون المحضر صورة صادقة لما تم من إجراءات يعني إيش ما يتم في هذا الأثناء التحقيق لازم يكون واضح في المحضر سواء كانت أخوال الشهود سواء كانت ألفاظهم طبعا لو كان في مواجهة كل ما تعلق بهذا الموضوع ويجب أن تكون الكتابة بخط واضح وبغير تحشير ما بين سطور وخالية من الشطب النقطة الثانية لازم نراعي اللغة حتى اللهجة اللي بينفظ فيها المتهم أو الشاهد لازم أن تقوم بكتابتها كما نطقها بهذه اللهجة ولا يجود تحريفها إلى اللغة العربية تبقى كما هي في هذا الموضوع النقاط المهمة لازم تأخذ الساعة والوقت والتاريخ وإسم الأشياء وإشم أمور الضبط القضائي وإسم المتهم وصفته وسنه وكل ما تعلق بهذه الأمور لازم يتم إتخاذها وكتابتها في هذا المحضر لازم أوقع المحقق وكاتب التحقيق على كل صفحة من صفحات التحقيق وكذلك لازم أوقع المتهم وإشهود على هذا المحضر طبعا هذه الأمور اللي هي واردة فيها عملية التدوين من الأشياء المهمة والأشياء العملية وإنتوا حظينها عن دار قرب لأنه أي واحد فيكم يعرف أن إجراءات التحقيق لابد أن تكون مكتوبة وأنه لازم نأخذ سنه وصفته للمتهم وأيضا لازم نقوله أن أنت متهم بكذا وكذا ويتم توقيع على هذا المحضر وكل ما تعلق بهذه الأمور النقطة الثانية مباشرة التحقيق في حضور الخصوم وهو يعني بمعنى آخر نحن نقوله عدم العلنية وليس بالسرية إيش السرية؟ أنه ما تتمش كل إجراءات التحقيق بعيدة عن المتهم لا، لابد أن المتهم يعرف كل ما يدور في هذا الموضوع المقصود بعلنية التحقيق هو تمكين أطراف الدعوة طبعا نحن نأخذ بالعلنية المطلقة في التحقيق الابتدائي وعدم العلنية أو محدودية العلنية بالتحقيق الابتدائي يقصد بعلنية التحقيق تمكين أطراف الدعوة ووكلاءهم وجمهور الناس من حضور إجراءات التحقيق كما أنها تتخذ مظهرا أوسع من حالة حضور الخصوم ووكلاءهم كده وديعت أعمال التحقيق في الصعوبة طبعا اختلفت الأنظمة الإجرائية في مدى الأخذ بالعلنية طبعا تعتبر العلنية أحد ركائز التحقيق الابتدائي في النظام الاتهام في حين تعتبر السرية المطلقة هي الطابع المميز للتحقيق في نظام التحري والتنقيم لكن التشريعات الحديثة حاولت التوفيق بين مصلحة المتهم في حضور التحقيق وبين مصلحة المجتمع في جمع الأدلة ووصولا إلى الحقيقة إلا أن الاتجاه الغالب في الفقه وحتى في القوانين يأخذ بعدم العلنية بالنسبة للجمهور في مباشرة التحقيق الابتدائي نختفي فقط بحضور الخصوم إلا في أحوال استثنائية تجرى إجراءات التحقيق بشكل سري في غيبة المتهم إذا كانت في حالة اللي هو الاستعجال أو في حالة الضرورة موقفنا من عدم العلنية نحن نفضل أنه يمتاز التحقيق الابتدائي بعدم العلنية لأسباب كثيرة أنا بقول أنه من الضرورة أنه تمروا عليها مرور سريع في هذه الأحوال أحوال سرية التحقيق وقلنا أنه سرية التحقيق بتكون في حالة الضرورة أو في حالة الاستعجال طبعا المفروض أنه تفهموا ما هو المقصود بحالة الضرورة ومحالة الاستعجال طيب جزاء إجراء التحقيق في غيبة الخصوم بغير مبرر بنقول يتضح مما سبق أن الأصل هو حضور الخصوم للتحقيق وهذا الأصل هو شكل جوهري لصحة إجراءات التحقيق لأنه ينظم كيفية تدخل المتهم في هذه المرحلة وبالتالي أنه فرض السرية في غير الحالتين السابقتين لما حالة الضرورة وحالة الاستعجال يترتب عليه البطلان المطلق المتعلق بالنظام العام الذي يجوز تمسك به في أي مرحلة من مراحل الدعوة وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب إذن هذه النقطة كثير مهمة إذا تم إجراء التحقيق بشكل سري بدون حضور الخصوم في غير حالة الستعجال وحالة الضرورة يترتب عليه البطلان المطلق ويعتبر من النظام العام ويتم التمسك فيه في أي مرحلة من مراحل القضية ما هي مظاهر العلنية؟ مظاهر العلنية هي حضور المحامة إجراءات التحقيق والإطلاع على أوراق التحقيق يعني لابد أن يكون في عندنا محامة إجراءات التحقيق وطبعا في عندنا ضرورة الإطلاع على أوراق التحقيق أو ملف التحقيق باللاحظ أن معظم التشريعات أخذت بمبدأ عدم العلنية وهي تعني تمكين الخصوم ووكلاهم من حضور إجراءات التحقيق في فرق ما بين عدم العلنية والسرية والعلنية العلنية المطلقة بتكون في مرحلة المحاكمة عدم العلنية بتكون في مرحلة التحقيق الابتدائي بتكون محصورة فقط على الخصوم اللي هو النيابة العامة والمتهم ووكلاهم وممكن المداعي بالحق المدني أو المسؤول على البدد أما غير هيك في شيء إمكانية لحده أن يحضر مرحلة التحقيق ولكن الفقه يجمع على أن المتهم ومحامي يعتبران شخصا واحدا في إجراءات التحقيق أقوى المحاكمة وإذا قيل بالسرية لأحدهما واجب القول به للآخر دون أي تفرقة وهذا واضح من نص المادة 102 من قانون الإجراءات الجزائية أهمية حضور المحامي لمرحلة التحقيق الابتدائي طبعا هذه أهمية كل واحد فيكم يعني ممكن يفسرها بطريقته الخاصة لكن هي تكمل في إعتبار إعطاء للمتهم كثير من الضمانات ورفع معنوياته النفسية وأيضا إنزال الهدوء والإتزال في الإجابة على التحقيق وإعطاء نوع من أنواع الرقابة على وكيل النيابة وبالتالي نوع من أنواع نزاهة التحقيق النقطة الثالثة الإطلاع على أوراق التحقيق يمكن إعتبار إطلاع المتهم ومحامية على أوراق التحقيق من أهم مظاهر العلنية وبالتالي يستطيع المتهم عشان ندافع نفسه الرجوع إلى هذه الأوراق وبالتالي أن هذا الحق كفرت العديد من التشريعات وتمكن أنه هو المتهم ومحامية من الإطلاع على الأوراق التحقيقية إلا إذا كان هناك في دواعي إلا علاقة بأسرية المطلقة في هذا الموضوع وهذا واضح من النصوص القانونية المتعلقة بقانون الإجراءات الإجراءات ما هو المقصود بالإطلاع على الإجراءات وتمكن المدافع أو المتهم من تصفح محاضرة التحقيق لكي يأخذ علما بالأدلة التي جمعت خلاله والتي من خلالها يستطيع الدفاع عن نفسه وهي التي سوف تبرر تقديمه للمحاكمة طبعا الفوائد الإطلاع كثيرة ومتنوعة إلا أنه يحاططه علما بالتهم المسوبة إليه والأدلة التي مقدمة ضده حتى يقوم بدراستها وتحضير دفاعه عن هذا الموضوع طب هل يجود أنه يأخذ سور من الملاك يستطيع أن يأخذ سور من الملاك ولكن على نفقته الخاصة طبعا هكذا نكون خلطنا المبحث الأول سنأتي للمبحث الثاني وهو تنظيم قضاء التحقيق طبعا في تنظيم قضاء التحقيق بمعنى آخر هل أنه التحقيق الابتدائي يتم إسناده إلى قاضي التحقيق أو إلى النيابة العامة طبعا كثير من الدول أسندت عملية التحقيق الابتدائي إلى قاضي التحقيق ومن ثم عدلت عن هذا الموضوع وأسندتها إلى النيابة العامة طبعا في كثير من المبررات لهذا الموضوع طبعا السلطة المختصة بالتحقيق في فلسطين هي النيابة العامة وقلنا له كثير من المعم بنقول أناط المشرع الفلسطيني مباشرة الدعوة الجزائية وإجراءات التحقيق فيها للنيابة العامة وهذا واضح من نص المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 55 بتقول تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق في الجزائم ويتصر فيها طبعا النائب العام من حقه تفويل أحد أعضاء الضبط القضائي ما عدا للسجواب في الجنايات وبالتالي ممكن يكون للسجواب في الجناح جائز لا يجوز أن يكون التفويض عام ويتمتع المفوض في حدود تفويضه بجميع السلطات المخولة لوكيل النيابة وهذا فيه كثير من الكلام اللي احنا حكيناه عندما تناولنا اللي هو مأمور الضبط القضائي والدعوة الجزائية من هذا الكلام باللاحظ أن المشرع الفلسطيني جمع بين وظيفتي الاتهام والتحقيق بيد النيابة العامة بدعوة أنها ليست قسما بالمعنى الحقيقي للكلمة النياء قبل هيك كانت النيابة العامة طرف وهو قاضي التحقيق وهو اللي يفصل في هذا الموضوع وهو المتهم طرف في هذا الموضوع وبمقتضى هذا القانون أصبحت النيابة العامة هي صاحبة الاقتصاص الأصير في مواد الجنات والجنح ولها أن تقوم بعملية تفويض أحد مأمورية ضبط القضائي المختص لعملية مساعدتها في إجراءات التحقيق وبالتالي لا يجوز له التحقيق بالقضية كلها مأمور ضبط القضائي ولا استجواب المتهم في الجنات طبعا من ضمن الصلاحيات والمهمة للنيابة العامة اللي هي المادة 51 وأنا بأكد عليها لازم تطلع عليها لأنها مهمة للنائب العام أو أحد مساعدي أن يضبط لدى مكتب البرق والبريد والخطابات والرسائل والجرائد والمطبعات والطرود والبرقيات المتعلقة بالجريمة وشخص مرتكبة هذه الصلاحيات مطلقة للنائب العام أو أحد مساعدة طب النقطة الثانية لا يجود له للنائب العام لا يجود للنائب العام مراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية وإجراء تدجيلات الأحاديث في مكان خاص إلا بناء على إذن من قاضي الصلف متى كان لذلك فائدة في إظهار الحقيقة في جناية أو جنحة يعاقب بالحفظ لمدة لا تقل عن سنة يجود عملية الضبط والمراقبة والتسجيد ل 15 يوم قابلة للتسجيد مرة واحدة هذه موضوعات مهمة أن نعرفها ونحفظها عن ظهر قلب ونأخذ منها في هذا الموضوع المبادئ العامة التي تحكم تنظيم القضايا استقلال سلطة التحقيق الابتدائي والفصل فيها وموقف الفقه والحجج هذا ليس مطلوب منكم ولكن مطلوب قراءة فقط في هذا الموضوع عشان هيك في المحاضرة الجاية إن شاء الله سنأتي مباشرة لعملية المبحث الثالث إجراءات التحقيق الابتدائي نكتفي بهذا القضر ونبدأ في المحاضرة الجاية إن شاء الله بالتحقيق الابتدائي اشتركوا في القناة